موسيقى حياكم ملا مشاهدين و مرحبا بكم في مشوار جديد يجمعنا معاكم دائما من عروس الشرق إمارة الفجيرة والفجيرة تجمعنا ليجمعنا معاكم على الخير والمحبة و على السعادة والإنجازات الجميلة ابتداء من إمارة الفجيرة إلى إمارات سبعة مختلفة و مميزة اليوم حلقتنا فيها مواضيع جدا جميلة مع ختام في آخر جمعة من عام 2022 إن شاء الله تعدونا كل سنة و كل حول وسنة سعيدة وجديدة مليئة بالإنجازات المحققة دائما و المضافة لرصيد دولة الإمارات العربية المتحدة و أيضا لكم على الصعيد الشخصي نتمنى لكم سنة مليئة بالأفراح و السعادة يا رب العالمين مشاهدين نحن نتدي معاكم اليوم بالمواضيع اللي رح نتكلم عنها و اللي رح نتكلم فيها عن فوز مسرحية المملوك حيث حصدت جائزة التحكيم بمهرجان شرم الشيخ وهذه المسرحية أنتجتها جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح و كذلك رح نرصد أو نسلط الضوء على حملة التبرع بالدم اللي جت تحت شعار نعطي دما لننقذ روحا و اللي تم تنظيمها من قبل مؤسسة شكرا لعطائك و مواضيع أخرى مختلفة و أيضا تقارير مميزة رح تشوفونها معنا إن شاء الله اليوم في حلقتكم و برنامجكم لفجيرة تجمعنا خلونا نبتدي اليوم مع احتفالات الدولة بعيد راس السنة الميلادية عشرين ثلاثة و عشرين و في إمارة دبي بالتحديد أعلنت اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية و المحلية في إمارة دبي عن جاهزية خطة تأمين الاحتفالات براس السنة الميلادية عشرين ثلاثة و عشرين و اللي تم وضعها من قبل شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق و المواصلات و ذلك علشان تتخفف عنكم الازدحامات المرورية من خلال المراقبة الذكية للطرق باستخدام عشر تالاف كاميرا و رح يتم إدارة الحركة المرورية و حركة التنقل في ليلة راس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق و المواصلات في إمارة دبي و اللجنة كذلك وضعت كل إمكانياتها البشرية و الفنية علشان توفر لكم الراحة و سلاسة الحركة لجميع الزوار و كل مناطق العروض و أكد من خلال هذا الموضوع اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة و هو أيضا رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية و المحلية في إمارة دبي بالنيابة أكد على أهمية تكاتف الجميع يعني حتى المسؤولية تقع على عاتقنا نحن كأفراد المجتمع لإنجاح مثل هذه الفعاليات الضخمة و طلب من أفراد الجمهور أنهم يتعاونون مع أفراد الشرطة و أنهم يلتزمون بالتعليمات المرورية تفاديا لوقوع الازدحامات و التواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة و إذا عندكم هم بعد أي شكوى أو التوجه لأقرب موقع موجود لأفراد الشرطة موضح و مؤكد بأنه رح يتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي و ذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات و المفقودات لمشاهدي الألعاب النارية و كذلك رح يتم توفير خدمات الإسعافات الأولية وتقديم الدعم اللوجستي و غيرها من الخدمات المختلفة على سبيل المثال استقبال الأطفال التائهين تقديم العون لهم و المساعدة في إرشاد الزوار أكيد نتمنى السلامة للجميع و إن شاء الله عام سعيد كل خير و محبة و سعادة و فرح و إنجازات على دولة الإمارات الغالية و على أهلها و كل من يقطن على أرضها و كل عام و الجميع بألف خير إن شاء الله نتمنىها تكون سنة سعيدة عليكم جميعا مليئة بالإنجازات و محققة بإذن الله تعالى مشاهدينا بداية مشوارنا معاكم أيضا لهذا اليوم نحن نتحدث فيه عن مبادرة إنسانية وهذه المبادرة الجميلة لفريق شكرا لعطائك التطوعي اللي طبعا مبادراتهم ما توقف نهائيا لأن العطاء بالنسبة لهم و لهذا الفريق بالتحديد المميز هو أسلوب في الحياة هاي المرة هالفريق ينظم يوم الثلاثاء القادم حملة للتبرع بالدم و حطوها تحت شعار نعطي دما لننقذ روحا و ذلك بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم و الأبحاث في إمارة الشارقة و نادي المدام الثقافي الرياضي لازم نتوقف عند هذا الموضوع و نتكلم أكثر عنه و نفهم تفاصيله و لذلك ينضم ويانا عبر الهاتف الأستاذة هانم شعبان سالم مدير فريق شكرا لعطائك التطوعي يسعد مساج أستاذة و يا مرحبابك و سنة سعيدة عليك إن شاء الله يعطيته الصحة والعافية السلام عليكم عليكم السلام الله يسلم و يسعد مساكم جميعا بداية نزاكم الله خير على الأحسابات الطيبة و شكرا على دعمكم الدائم للمبادرات التطوعية و المجتمعية الله يسلمت هذا واجبنا و الشكر موصول لكم أيضا أنتوا فريق شكرا عطائكم التطوعي اللي لا يتوقف دائما و خصوصا الآن أنتوا تنظمون بالتعاون مع مركز خدمات تقل الدم و الأبحاث في إمارة الشارقة و نادي المدام حملة للتبرع بالدم لو تطلعين أكثر عليها أستاذي الفاضلة أهميتها أهداف هذه المبادرة بداية طبعا التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى اللي يحتاجون لنقل الدم مثل الأشخاص اللي يتعرضون لحواد أو يفقدون يعني كمية كبيرة من الدماء خلال هذه الحواد و كذلك اللي يعانون من الأمراض مثل مثلا السلاسيمية أو غيرها من الأمراض نعم أستاذي الفاضلة يعني لو تعطينا تفاصيل الحملة أكثر مكانها تاريخها موعد الانطراق الفترة الزمنية لها نعم بإذن الله طبعا الحملة هذه بتكون يوم الثلاثاء القادم بإذن الله اللي بيوافق تاريخ ثلاثة يناير 2023 وربي يجعلها يا ربي سنة سعيدة إن شاء الله يا رب اللهم آمن ورد رب العالمين للجميع بتنطلق الحملة من الساعة ثلاثة ونصف بإذن الله إلى الساعة الثامنة والنصف مساء في نادي المدام التقافي الرياضي طبعا كل واحد فينا مسؤول في المجتمع عن مساعدة أخيه الإنسان نفس ما قال عليه الصلاة والسلام والله في عوني العبد ما كان العبد في عوني أخيه فهدفنا من إطلاق هذه الحملة نعطي الدم وننقضه روحا إننا نحن نجهر الوعي ونثق في المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره الكبير في إنقاذ حياة المرضى والمصابين ونحن نحاول الحق الجميع على عمل الخير مثل مدار رب العالمين في كتابه بالسلام الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وركعوا واستودوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفليحون صدق الله فعلا نحن نضم صوتنا لصوتك وننوه أيضا ساتي فاضلي بأن هناك شروط معينة للتبرع بالدم فبالتالي ما هي هذه الشروط صحيح نوعا ما شروط صحية أو طبية بشكل أول يعني فمن ضمن هذه الشروط أن المتطوع أو المتبرع يكون بحالة صحية جيدة وما يعاني من أي أمراض حادة أو مزمنة كذلك أنه يتراوح العمر من 18 إلى 65 سنة ووزن المتبرع لا يقل عن 50 كيلو جرام وحرارتها لا تتعدى 37.5 مع إبراز بطاقة الهوية الإماراتية كوثارية كذلك بالنسبة للصائمين أو خواتنا الحوامل أو الموضعات لا يسمح لهم بالتبرع نعم يطيكم ألف عافية ساذة هنم لو سمحتي لو تطلعين على طريقة التسجيل اللي حابب أو أنه يرغب بالمشاركة في التبرع طبعاً حياكم الله جميعاً المبادرة بإذن الله مثل ما خبرناكم ستكون يوم الثلاثاء القادم في نادي المدام الثقافي الرياضي في الفترة المسائية التسجيل جداً سهل والأمور جداً سيسة وسهلة بإمكانكم التوجه مباشرة إلى نادي المدام الثقافي الرياضي أو كذلك ممكن أنكم تسجلون عن طريق منصة منطوعية الإمارات تم إضافة الفرصة في المنصة نعم فهذا يمكنكم تسجلون عن طريق المنصة على طول الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب يعني لو نتحدث شوي عن موضوع كيف ممكن أن ترسخ مثل هذه المبادرات القيم الإنسانية تجاه المرضى المحتاجين إلى الدم سواء كان في العمليات الجراحية أقصى من الحوادث في المستشفيات أو غيرها من الأمور اللي ممكن أن يحتاجون فيها للدم طبعا سبحان الله قيمة العطاء يعني من أجمل القيم اللي ترقبق القلوب وتؤلف بين أفقاد المجتمع وتحسينها تنشر المودة والرحمة سبحان الله يعني بشكل سلس ومرن بين الجميع فحملنا في التبرع بالدم أحد أشكال العطاء اللي من خلالها ممكن يترجم الإنسان عن حب للعطاء والخير والإنسانية نعم وهي ثقافة يعني صحيح نعم التفقويات وطبعا لا يخفى علينا أن العديد من المرضى الموجودين في المستشفيات أو في المراقض الصحية في الدولة يأمس الحاجة لكل قطرة الدم فعلا يعني بتكاتفنا جميعا بإذن الله على الأقل اللي يقدر أن نحن نوصل صوتنا للجميع أن يجمع هذه الحملة مش بس عشان بتكون في النادي النوم واحد لا نحن نباها مستدامة كل واحد فينا حتى لماذا يقدر يوصل للنادي أنه مثل ما سمحت للفرصة يتوجه إلى أقرب بنك دم ويساهم ويتبرع في النهاية يعني الأهم من هذا كله أننا نحن نحاول عاديد ما نقدر نوعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم فعلا طبعا في أمثلة كثيرة ترسخ القيم الإنسانية وتحفن على العطاء ومن أجمل الأمثلة صراحة صحاب الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان دائما يطوع بوقته وجهده لمعونة الآخرين فأبو هرية رضي الله عنه قال قال أبو سلم من منكم اليوم صائم فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال من منكم اليوم تبع جنازة فقال أبو بكر أنا قال من منكم اليوم عاد مريضا فقال أبو بكر أنا فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا تمرئ إلا دخل الجنة فيعني من أجمل من أجمل الأشياء أن الأنسان يسعى إلى مساندة أخيه المسلم أو أخيه المحتاج أن يتبرع بأبسط الأمور فهذا دم يعني ننقذ حالات الأنسان فعلا وأستاذ هانم يعني يكفي ثقافة العطاء في مثل هذه الأمور وخدمة كل من يحتاج إلينا في أيضا جانب طبي يعني الشخص المتبرع عملية التبرع بالدم قادر على تنشيط الدورة الدموية عنده بالتالي إعطاء صحة إن شاء الله جيدة وسليمة إذا رح نتكلم عن إمكانية هذه المبادرة في نشر حقيقة ثقافة كما ذكرت سابقا ثقافة التبرع وتعزيز ذكاتف وتلاحم أفراد المجتمع أستاذ هانم طبعا المبادرة إذا نحن 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 نشر ثقافة التبرع أو نعزيز ذكاتف فبالتالي لازم نوحد جهودنا جميعا ونسعى أن نحن نجسد التلاحم المجتمعي فعلا ونحفز الجميع على العطاء نعم اللي بإذن الله بتنجح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تكاتفهم وجهودهم ومشاركة في الجميع بإذن الله وإحنا أكيد أستاذ هانم نضم صوتنا لصوتكم الأستاذ هانم شعبان سالم مدير فريق شكرا لعطائك التطوعي شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله يا ربي ربي يعطيكم الصحة والعافية على كل هذه المبادرات الجميلة وإذاكم الله خير صراحة كل شكر والتقدير لك والتقدير الفجيرة والبرنامج الفجيرة تجمعنا دائما تسلطون الضوء على الجانب المجتمعي لما له من أثر كبير في المجتمع إحنا في خدمتكم دائما إذاكم الله خير وهو لأستثمر الفجرة أني أوجف شكري وتقديري لأسرة فريق شكرا لعطائك على بصماتهم المميزة في جميع المبادرات وطبعا خلف أي مبادرة ناجحة يكون في فريق عمل معطاء مثابر مجتمع في الخير على هدف واحد أو شي نرضي رب العالمين ونخدم مجتمعنا ووطننا الغالي وشكر كذلك موصول لنادي المدام الثقافة الرياضي هم يد العطاء اللي فراحها دائما متعاونين لأبعد الحدود في جميع المبادرات المجتمعية كذلك الشكر موصول لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارج على تعاونهم وترحيبهم بالحملة وأكرر شكري بتقديم لكم الله يسلمت ويعطيك ألف عافية وإحنا بالتالي أيضا نشكركم نشكر كل المتعاونين معكم أنتم جعلتم العطاء هو ليس فقط أسلوب حياة ولكن بعطائكم هو سعادة للمجتمع والتلاحم شكرا جزيلا لتشو يعطيك الصحة والعافية سنة سعيدة عليكم إن شاء الله جميلة وسعيدة الله يسلمت شكرا لتش في وداعة الرحمن مشاهدينا راح نتعرف على مسرحية المملوك شنو قصتها وما قصة الجائزة اللي حصدت عليها في جائزة التحكيم بمهرجان شرم الشيخ المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع مخرج العمل بحد ذاته ولكن بعد الفاصل دعم كبير من وزارة الثقافة والشباب للعاملين في القطاع المسرحي من خلال مبادرة إبدع مسرح اللي أطلقتها مؤخرا بهدف تعزيز بكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي الوزارة دعمت جمعية دبا لأثقافة والفنون والمسرح وقد صادف هذا الدعم أهلا من خلال فوز مسرحية المملوك اللي أنتجتها الجمعية بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسار المونودراما في مشاركتها في الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المزيد في هنا الفجيرة خالكم ويانا في الستيديو الممثل أنا قلت المخرج لكن إن شاء الله يصير مخرج أيضا الممثل عبدالله الخديم يا مرحبا بك هياك الله معنا من وقرنا يا مرحبا بك شرف لنا الله يسلمك بداية أخوي عبدالله يعني مسرحية المملوك حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسار المونودراما في مهرجان شرم الشيخ الدولي في البداية عرفنا عن شنو يعني المونودراما المونودراما إذا بنروح على تعريف بسيط للمونودراما هو تجسيد لحالة لشخصية معينة يقدمها ممثل واحد على المسرح يعني هي قصة كاملة ولكن من يؤديها هو شخص واحد بكل بساطة فالسائد دائما والمعتقد دائما بأن فن المونودراما هو من أصعب الفنون في المسرح على الممثل بحيث أنه يختبر حدود الأداء اللي عندها وقدراته كذلك فاللذلك صعب طبعا فهذه دائما تكون شكالية بحيث أنه أخذر الفعل ورد الفعل وكيف تتعامل مع الحوارات مع الحالات مع تطوراتها وتغيراتها هذه كلها دائما ما كانت تكون سهلة لما تكون في حالة لما يكون في شخص معاك يشارك الخشبة أو الحالة التمثيلية ولكن لما تكون لوحدك هنا تكون تحدي هنا تكون حتى الصعوبة والمتعة فعلا الأمانة فهذه هي الموندراما بكل بساطة كيف ممكن تتخطون الصعاب والتحديات أنا ما حب أقول كلمة صعاب أستاذ عبدالله أسميها تحديات لأن قادر التحديات دائما على جعل الشخص يقاومها ليبتكر ويبدع الموندراما مش سهل كيف قدرت تتخطى هذه التحديات في أداء مسرحي موندراما أول شيء إذا أتكلم بصفة شخصية أنا من المحظوظين أني أكون من أبناء مدينة دبل فجيرة والتي دائما لا تستضيف مهرجان الفجيرة الدولي للموندراما أو مهرجان الفجيرة الدولي للفنون واللي صار لها الحين تقريبا وشرين سنة وهي تقام كل سنتين فكان لي الحظ الوافر في أني أنا أحضر العديد من العروض الموندراما وأحضر كثير من الممثلين والمخرجين وأنا أقعد معهم باعتبار أني أنا موجود في اللجنة الفنية المنظمة لمهرجان الموندراما فهذه من الحظوظ وسبحان الله أننا شاءت الأقدار أن نعمل عمل موندراما بمعية المخرج أحمد عبدالله راشد الصديق والأخ يعني هذا جانب والجانب الآخر الاهتمام الاهتمام وتدريب المتواصل اللي لابد منه علشان نوصل لجودة فنية عالية طيب مهرجان الفن دائما يندرج تحت الكثير من المسميات موندراما الأكشن كلاسيك الدراما بروحها الكوميدي وغيرها من هذه الفنون المختلفة لماذا اخترت أصعب الفنون فيها الموندراما؟ شو اللي يشدك فيها؟ يعني الواحد دائما ما يروح للصعب يروح للأسهل بس أنت قرر زي أنك تروح للصعب طبعا لشان نروح للخيار الصعب إحنا أساسا لما بدينا العمل المملوك واللي هي في الأساس مغامرة المملوك جابر هي كانت عمل جماعي قمنا باشتغالها في إطار مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة اللي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة والحمد لله اشتغالنا على هذا العمل أوصلنا لمرحلة أنه ليش ما نتقدم أكثر نزيد التحدي في هذه هذا الصعب وخلي عندك تحدي عالي دائما طبعا وما أنه إحنا في إطار مهرجان الفجيرة الدولي للمونو دراما اللي هو طبعا مهرجان البلد مهرجاننا فليش ما نحن أيضا نقدم عمل ونكون ضمن الفرق اللي تقدم هذا العمل نعم فجاءت الفكرة وطبعا طبعا في تفاصيل النص والفكرة والحالة وما إلى ذلك ولكن هي الشرارة جاءت من خلال المهرجان نفسه نعم مسارات المونو دراما حقيقة هي من المسارات اللي أعلنتها وزارة الثقافة والشباب ضمن مبادرة ابدع مسرح لو تكلمنا عن فكرة هذه المبادرة ونوعية المسارات اللي فيها أوكي أول شيء طبعا نشكر وزارة الثقافة على هذه المبادرة اللي فعلا تساعد الفريق المسرحي أو حتى الفرد المسرحي الفنان المسرحي بأنه يتقدم أكثر في إطار أنه يطلع من من إطار المسرح اللي هو في المحيط الجغرافي بحيث أن برنامج أو مبادرة أبدع مسرح جاءت أنها تدعم الفرقة المسرحية أو فريق المسرحي بأنه يقدر يطلع خارج الدولة نعم وبالأساس نحن عدنا في مبادرة تبدع مسرح يعني مبادرة اللي هي تطلق ورش مسرحية أو ورش تدريبية للموثلين أو للفنيين بشكل عام وحتى دعم للعروض المحلية نعم بحيث أن الفرق تقدر تتعرض في أكثر من إمارة من خلال مراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة من غير طبعا هذه مع التسهيلات إذا نقدر نصبت نوصبها وإحنا حتى فريقنا لما طلع هذه كانت في إطار الدعم الخارجي اللي هو في مسار العروض الخارجية خارج الدولة نعم وللمانا كانت في ثلاث عروض اللي راحت اللي هي مسرحية المملوك اللي هي مسرح دبال في جيرة ومسرحية مطلوب للزبال اللي من فرقة ياس واللي أخرجها أخوي خميسة يماحي حياتنا وبعد طبعا مسرحية أشوفك اللي هي تابعة لمسرح أم القوين وكانت وعرضت قبل بداية الشهر بداية ديسمبر في أيام قرطاج المسرحية وهذه من أهم المهرجانات في الوطن العربي فعلا هذا الدعم من وزارة الشباب أو عفونا الثقافة والشباب استفادت منها أيضا جمعية دباء ثقافية للفنون والمسرح وكان فيه له أثر إيجابي أيضا على جمعية دباء للثقافة والفنون بوجهة نظرك أين يكون هذا الأثر الإيجابي طبعا إذا نأخذ كدعم كان له أثر كبير وجدًا مهم من حيث التسهيل أن كان باستطاعة المسرح أو الجمعية الفرقة عندنا أنها تحصل على دعم أكبر لأن دعم الوزارة وهي مشكورة جدًا بهذه أن عطتنا تسهيل وإمكانية أعلى بأننا نطلع خارج الدولة مع الإمكانيات التي لدينا مع فريق أكبر ونذهب ونقدم بشكل أفضل مما كان حتى ممكن نقدم لو بدون الدعم التي تتابع من الوزارة طيب إبدع مسرح هذه المبادرة كممثل كيف تحس أنها ساعدت حقيقة في إعطاء الفرص للمسرحيين وللممثلين كذلك ودعمهم في مسيرتهم الفنية ورفع والارتقاء بمستوى إبداعهم المبادرة هذه بادية من فترة قريبة المرة الأولى تطرح بإسم أبديع مسرح وللأمانة لدينا تطلعات كبيرة المشتغلين في المسرح تشوف مثل هذه المبادرة موجودة هذا بمثابة أمل أو حتى رفع لسقف الطموحات بأنه حتى لا نخجل أن نقول نستطيع نذهب لشارع برودوي أو لمهرجان في فرنسا وهذا حول أي ممثل أو أي فنان مسرحي أنه يكون في هذا المعترك في هذا المهرجانات العالمية الكبرى والعريقة جدا فهذا يعطي أمل أنه نحن ممكن نروح بدعم سخي من وزارة الثقافة وحتى من دولتنا الحبيبة أن نروح ونبتعد ونوصل بأفاق الأحلام إن شاء الله يا ربوضة طلعاتكم وأحلامكم الجميلة بالنجاح دائما ورفع سبعة واسم دولة الإمارات عاليا هي اللي خلتكم توصرون لمهرجان شرم الشيخ الدولي حدثني عن هذا المهرجان وعن مشاركتكم فيه طبعا مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب واللي كانت في دورتها السابعة حقيقة نحن كانت لنا مشاركة نعم في دورة سابقة في عام 2019 ومن الفرقة نفسها مسرح دبل فجيرة لاحظنا أن فيه تطور كبير في هذا المهرجان بتنوع المسرح وطبعا هو دولي فمن أرجاء العالم الفرق تأتي وتقوم بعروضها واللي هي مذهلة بشكل أو بآخر بأن تشوف التنوع اللي موجودة وتشوف الشباب كيف قاعدين يطلعون لهمومهم وأفكارهم وحالاتهم وحتى من أفكار اللي يقومون بتقديمها بصورة مسرحية وهذا جميل جدا وحنا كان لنلحظ أن نكون من ضمن الفرق المشاركة سهلون إذا رحنا نتحدث عن جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسار الموندراما قبل ما تكلمني عن الجائزة شو أهمية هذا الفوز بنسبة لكم أول شي طبعا نشكر المهرجان على هذا التتويج وعلى هذا الجائزة هذا الفوز طبعا بالنهاية يبي مثابة تقدير للجهد وباكورة العمل أنه الاجتهاد الذي جاء من خلال الوقت ومن خلال المثابرة والاجتماع والوساعات طويلة وطويلة جدا من العمل نعم وأنك تكرم بجائزة فهذه طبعا لها قيمتها المعنوية العالية جدا أنها تعطيك شعور شيء من الراحة ولكن يبقى رضا للجمهور هي الجائزة الكبرى عندنا والحمد لله التصفيق كان عالي بس استاذي الفاضل فيه سر وراء هذا التفوق يعني كيف قدرت أنكم تحصلون على هذه الجائزة وكما ذكرت قبل شوي أنت قلته مهرجان دولي يعني مختلف أنحاء العالم مشاركين في المملوك شو السر اللي يكمن في هذه الكلمة والله الإجابة ممكن تكون طويلة خذ راحتك احنا ودنا نعرف شو الأسرار الخفية وراء هذه الكلمة تمام إذا بنين لبؤرة الفكرة أو النواة احنا عندنا أحمد عبدالله راشد اللي هو كاتب النص اللي هو جاءت عداد أو استلهام من نص سعد الله والنوس مغامرة رئيس المملوك جابر احنا اللي ميزنا احمد عبدالله راشد وفريق احمد عبدالله راشد بانه احنا دائما لما ننظر الى نص وننظر الى حالة في شخصية ما نركز في حالاتها الإنسانية في أبعاد الشخصية نعم فدائما لما احنا لما كنا نتكلم عن مغامرة المملوك جابر العمل الجماعي اللي اشتغلناها احنا كانت عندنا فكرة المملوك جابر عنده فكرة ان اذا ما اوصل رسالة الى خارج الدولة لتحقيق غاية ما عنده لان هذا الى ايصال الرسالة من خلال الوزير اللي موجود او من خلال السيد اللي موجود اذا نجح في ايصال المهمة اللي هو يبقى او المصلحة اللي يبغي يحققها سيحصل هذا المملوك الضعيف على شيء من الهدايا او القيمة خلال هذا التحقيق نعم وفيه سيرة الى حداث هذه وضع فيه معزل وهذا المعزل يضع في اطار التفكير وهنا جاءت الالهام عند احمد عبدالله راشد الحب كتقصد الفنية طبعا المنجرامية بهذه الجزئية اللي هي مسألة التفكير نعم لما يفكر طبعا ارحاصات الافكار والوقت اللي يمضي هذه هذه النقطة كانت غير موجودة في النص الاصلي فلما احنا ناخذ هذه الفكرة ونضعها في اطار الموندراما الممثل في معزل او المملوك في معزل ماذا ممكن ان يفعل شو الافكار اللي ممكن تي هذا اللي احنا يميزنا دائما حتى في الاشتغالات في اعمالنا السابقة وحتى ممكن نتكون في الاعمال اللاحقة ان احنا دائما نركز على بؤرة الشخصية على افكار معينة تأتي للانسان بشكل عام احنا نتعي دائما عن السياسة وعن كل ما قد تكون لها علاقة بلدولوجيات وما الى ذلك نركز دائما على الانسان بكل بساطته وبكل تعقيداته وهذا اللي ممكن نحن نتفخر فيه حتى احمد عبدالله الراشد وعبدالله الخديم وفريق العمل هذا دائما يكون متميز من هذه النوع لمسة خاصة فيكم ممكن نقول وهذه حتى ما نخجل لنقول ان احنا صارت شيء من الخبرة في هذه المسألة ان نقدر نجيب الحالة النفسية لشخصية معينة ونروح فيها حتى في اطار غير مسبوك غير متوقع حتى معلش ودي افهم هذه الجزئية بالتحديد انت ذكرت ان تخلقون حالة جديدة بعالم المونودراما مش موجودة اساسا وهي من خلال العملية الفكرية اللي يقوم فيها الممثل والي يركز فيها على الانسان صح؟ طبعا فهمتك صح؟ ولكن هي ليست فقط مرتبطة بالمونودراما نحن نتكلم بشكل عام عن المسرح طيب والمونودراما هذه وسيلة لانه اساسا اذا بنتكلم حتى في اعمالنا في اشتغالنا في الاعمال المسرحية كل عمل نشتغله الاو يكون في اطار من المونودراما فيه امكانية انه اذا اخذنا هذا النص ممكننا نطلع بعمل مونودرامي اخر ان فيها قابلية عالية جدا للمونودراما وهذه دايما ما تكون في حالات الممثل او الشخصية الوحادية اللي احنا متعودين اننا نشتغل عليها هل كل اعمالكم نفس ما حذرت تركز فيها على الانسان وافكاره وطريقة تعاطيه مع الامور الحياتية والمجتمعية طبعا كل الاعمال احنا نتكلم كفريق احنا احمد عبدالراشد وفريقنا الى حد كبير نعم احنا دايما نحب نشتغل على هذا احنا دايما نركز على القلق على الحيرة على الخوف على الطمع على الحب في المملوك على شنو ركزته هو خليط من كثير من الاشياء لاخبطة الانسان طبعا لان بالنهاية المملوك هو عنده الطموح عنده الطمع وهذا حتى اللي احنا نتكلم عن الطموح السلبي اللي هو الرغبة الجامحة في الارتقاء في الصعود في صلم الطبقية والوصول الى المجد الاعلى واللي هو زائف بشكله وباخر جميل يعني تعالجون قضايا مجتمعية حقيقة يعاني منها الانسان طبعا هل ترى تعطون الحلول في اعمالكم بعد معالجة هذه المشكلة او هذه القضية هل يكون هناك في حلول قد تخدم الجمهور مثلا او قد تخدم شريحة معينة من المجتمع طبعا نحن عدنا في تجارب معينة نحن ممكن نعطي حلول مباشرة هي دائما ما تكون وجهة نظر فريق العمل كيف يرى الحل لهذه المشكلة ولكن في كثير من الاحيان من الافضل ايضا انك تترك المساحة للمتلقي او الجمهور ان يفترض الحل الانسى نحن نضع المشكلة دائما المسرح مشكلة او اشكالية هي تطرح المشكلة ولكن ليس بالضرورة ان تطرح الحل الحل عند منه عند المتلقي عنده 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 يتفكر يحاول ان يشوف الحالة امامه الان شو الافضل وسيلة ان نحن نوصل لحل لهذه القضية بطريقة او باخرية يعني هذا العمل الجميل واللي حصد هذه الجائزة في مهرجان القاهرة خليني اقول في مصر بالتحديد مهرجان شرم الشيخ الدولي اكيد في اشخاص ساهموا اكيد في عمل جماعي اكيد في روح فريق تكاتفت وتعاضذت يدا بيد لانقاذ او لعمل مثل هذا العمل المسرح اللي خلاكم تحصلون على هذه الجائزة من هو هذا الفريق بالتأكيد يعني احنا اذا ونتكلم عن الفريق فهو فريق مصرح دبل فجيرة لنا سنوات طويلة ونحنا مع بعض نحنا ترى عرعنا منذ الصغر مع بعض وإذا حتى بذكر الأسامي ان شاء الله لم أطيع حد يعني احنا نبدأ نتكلم عن الفريق اللي كان في الأساس موجود في العمل الأصلي مغامرة المملوك جابر كان في احمد عبدالله راشد المخرج وعبدالله الخديم ممثلا خالد عبدالله عبدالرحمن سليمان الشامسي في فريقنا وحتى في أعمالنا كلها عدنا محمد جميع أبو مكتوم اللي هو دائما موجود عدنا في الصوت وفي الموسيقى عدنا عبدالله مسعود وعبدالله راشد المعلمين والمهمين اللي عدنا دائما نتعب ونحنا نقول عبدالله راشد وعبدالله مسعود هم السببب الأساسي في أنه وصلونا لمرحلة وعطونا الدافع بأن نمضي نعم نمضي بين نفسنا وعدنا أيضا حتى حمد الظنحاني إبراهيم القحومي أيمن الخديم الشباب اللي دائما موجودين عدنا في الفريق ونشتغل مع بعض وحتى إذا بالمناسبة ممكن أني أذكر قبل يومين كانت ختامية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل فعلا وكان لفرقتنا أيضا النصيب في إنها تشارك في المهرجان وكانت بإخراج إبراهيم القحومي والحمد لله حصدنا أيضا جوائز اللي منها جائزة الملابس الإضاءة لراشد عبدالله راشد وحتى الإخراج لإبراهيم القحومي وجائزة تمثيل للدور الثاني لأيمن الخديم فهذا كله من محسوبة للفريق اللي نحن فيه من ضمنه ونحن نفخر جدا بهذا الأمر تستاهلون صراحة أن مثل هذا الإنجاز أكيد روح الفريق الجميل الموجودة في من بينكم حلوة الجوائز وتعطينا دافع قوي دائما لإنجاز الجديد والكثير والمزيد دائما فبالتالي بعد هذه الجوائز يمكن الحين ختام موسم المسرح ولكن تجهيزاتكم لعام 2023 هل هناك في أعمال جديدة هل بدأت الخطة كتابة النصوص ليس بالسهل يعني يحتاج وقت فهل في أشياء محضرينها لعام 2023 بالتأكيد إلا ونكون مخططين لأشياء قادمة وإن شاء الله هناك أعمال جديدة قادمة وهي قيد الإنشاء قيد الإعداد أنا لا مصرح أني أعلن عنها بشكل أو بآخر يعني لو تعطينا شيء معلوم ما رح يكون فيه وما رح يكون فيه وشو طبيعتها هل رح يكون مونودرامي درامي مسرح طفل ولا شون لا إن شاء الله هنا عدنا أكثر من جانب والمونودراما أيضا احتمال كبير أن يكون عدنا مونودراما مشروع جديد للمونودراما حلو وإن شاء الله حتى في العمل الجماعي وحتى في عدنا مشاريع لخارج الدولة كنت رح أسألك هل رح يكون فيه مشاركة خارج الدولة هل رح يكون فيه مهرجانات رح تشاركون فيها خارج الدولة في 2023 طبعا نحن نخططين لهذا الأمر وإن شاء الله هل نماضين فيها لأن بالنهاية العمل اللي نماضينا فيه في مهرجان شرمي الشيخ اللي كانت بمساهمة من أبدع مسرح فطبعا فيه خطط مستقبلية أكثر وطموحات أعلى إن شاء الله إن شاء الله أكيد أتمنى لكم كل التوفيق يعني نحن جدا سعيدين فيكم وإن شاء الله توفقون في مسيرتكم الجديدة في عام 2023 مليء إن شاء الله بالإنجازات خليني أقول المهرجانات أيضا العالميا أنكم تستاهلون أنتم شباب فعليا تعملون بقدم وساق وفي ظل هذا الدعم الكبير من وزارة الثقافة والشباب وأيضا جمعية دبا الحصن أنتم إن شاء الله رح تكونون أو عفون جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح رح تكونون إن شاء الله دائما بخير الممثل عبدالله الخديم شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله سنسعيدة عليكم يا رب مليئة بالإنجازات يا رب شكرا لك يا طيك الصحة والعافية في ودعات الرحمن المشاهدين رح ننتقل معكم لمخيم الفجيرة العلمي واللي اختتم فعالياته أمس وكان من تنظيم نادي الفجيرة العلمي وحيث تضمن أنشطة علمية ثقافية وترفيهية ورياضية اللي بدورها تعزز الدور المجتمعي في قطاع العلوم خلال الإجازة المدرسية وكان النادي يحرص دائما على أنه يقوم بتعزيز بواهب الأطفال والشباب عبر مختلف البرامج المزيد في التقرير التالي مخيم الفجيرة العلمي الأول فكرة حقيقة وردت سريعا مع الأجواء الجميلة اللي صادفت الإمارة في هذه الفترة من فترات السنة أو العام واستغلنا فرصة حقيقة في فترة إجازة المدارس أيضا فجاءت الفكرة بأن نحن نقيم مخيم علمي للطلبة لشغل أوقات فراغهم وسحبهم من مود الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون والبرامج التلفزيونية الغير مفيدة ووضع لهم برنامج مفيد يغطي احتياجاتهم الذهنية والفكرية وأيضا من خلال هذا المخيم حقيقة استهدفنا استكشاف بعض المواهب العلمية من الصغار لاستقطابهم للنادي وضمهم مع بعض الأنشطة أو الفئات التي استحدثناها أخيرا في النادي أو نظمناها في النادي ومنها رابطة الروبوتيكس ورابطة البرمجة وأيضا رابطة أو قسم العلوم والفضاء في الحقيقة شاهدنا بعض الموهبين في هذا المخيم وهذا كان الهدف حقيقي من هذا المخيم بأننا نكتشف بعض الموهبين في هذه المجالات طبعا الطلاب قضوا تقريبا من ثلاثة إلى أربع سابع أو أقل شوي في هذه الأنشطة العلمية منها الإلكترونيات والكهرباء والكمبيوتر الشبكات البرمجة برمجة المواقع وأيضا حتى عملوا في الأقسام المهنية اللي هو قسم الميكانيك والخراطة وقسم اللحام أيضا ومن الأنشطة الجميلة اللي قدمت لهم أيضا هي أنشطة الإخراج المهني للمشاريع العلمية في هذه الورشة أيضا تعلموا كثيرا في عملية التصميم والإخراج لبعض المشاريع العلمية اللي تدار في هذه الورشة موسيقى بمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من داخل وخارج الدولة أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن انطلاق النسخة العاشرة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب خلال الربع الأول من العام عشرين ثلاثة وعشرين المعرض أحد المنصات التعليمية الدولية اللي تناقش واقع ومستقبل القطاع التعليمي إلى ومستقبل كذلك هام لإطلاع الطلبة وأولياء الأمور على كافة التخصصات المتاحة وأيضا المنح الدراسية اللي تقدمها الجامعات والمشاركة تحت مظلة المعرض المزيد في إماراتنا موسيقى اسمحونا الرحب في الستيديو معانا الأستاذ عبدالله عبدالمحسن النعيمي وهو مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة وتجارة وصناعة إمارة عجمان وهو أيضا رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يوم رحبا بك أستاذي وحياك الله وسنة سعيدة عليك يا رب علينا وعليك وأشكركم خناة الفجيرة على الاستضافة ونهنيكم بالعام الجديد إن شاء الله يكون سنة خير علينا وعليكم إن شاء الله يا رب تحياتنا لك أكيد أستاذي في البداية يعني نسخة جديدة رح تكون إن شاء الله من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب واللي رح تنطلق في الربع الأول من عشرين ثلاثة وعشرين إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في البداية كلمنا عن فكرة طبعا معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب جاء ليواكب النهضة التعليمية في إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام طبعا يرتكز المعرض على محورين رئيسيين اللي هم الأول الترويج للجامعات المحلية والثاني اللي هو من باب المحور اللي هو المسؤولية المجتمعية بحيث يتيح المعرض فرصة لأولياء الأمور بالطلاع على التخصصات الخاصة لتنسيب أبنائهم للجامعات نعم لو نتحدث عن أهمية مثل هذه المعارض والأهداف اللي وضعتوها من هذا المعرض طبعا أهداف كثيرة للمعرض أهم أو من أهم الأهداف اللي هي جمع الجامعات في تحت مظلة واحدة لتسهل على الطلبة اختيار تخصصاتهم الشغلة الثانية أو الهدف الثاني عندك اللي ممكن يكون وسيلة للترويج القطاع التعليم في الدولة وقتاعة المحلية والدولية بشكل عام يعني رح يكون أفهم بالكلامك أنه رح يكون في جامعات مشاركين في هذا المعرض من خارج الدولة نعم نعم في مشاركة واسعة في هذه السنة أو هذه النسخة اللي بتكون إن شاء الله نسخة متميزة إن شاء الله بتكون في مشاركات من خارج الدولة على غرار النسخ السابق كانت في مشاركات بس ما كانت بمثل هذه النسخة إن شاء الله يعني وايد أستاذي الفاضل ذكرت كلمة أن هذه النسخة رح تكون غير هذه النسخة رح تكون مميزة هذه النسخة رح تكون الأفضل أين تقع الأفضلية والتميز والغير في هذه النسخة طبعا هذه النسخة إحنا توجيهات الإدارة العلية عندنا في غرف التجارة والشراكة مع وزارة التربية والتعليم يوجه لها تحية بأمانة من خلال قناتكم النسخة هذه تتضمن شركات داعمة لقطاع التعليم رح تتضمن جامعات خارجية رح يكون في جامعات دولية تحت مظلات على سبيل المثال المملكة العربية السعودية رح تكون موجودة جامعات من الولايات المتحدة الأمريكية جامعات من فرنسا رح يكون في هذه النسخة مشاركة كبيرة إن شاء الله جميل هل رح يكون هناك فعاليات مصاحبة لهذا المعرض؟ طبعاً نحرص كلجنة المنظمة لهذا المعرض بعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات المشاركة بالمعرض نعمل ورش تدريبية للطلبة تسهل عليهم اختيار تخصصاتهم تسهل عليهم حتى للطلاع على أهم التخصصات يمكن في بعض الطلبة ما بعرف وين يسجل بعد ما يخلص الثانوية العامة فالورش هذه اللي يتنظمها وزارة التربية والتعليم تتيح للطلبة معرفة سوق العمل شو يحتاج فعلى أساسها يتم عمل الورش تثقيفية للطلبة جميل أكيد هناك شركات معاكم شاركت في تنظيم هذا المعرض فلو تطلعن على هذه الجهات اللي شاركت معاكم طبعا هي الشراكة الرئيسية كانت مع وزارة التربية والتعليم في عملية تنظيم المعرض ودعوة الطلبة لحضور هذا المعرض بالإضافة إلى شركة IMS شركة داعمة لنا في تنظيم هذا المعرض نعم مثل هذه المعرض أستاذ الفاضل وهذا المعرض اللي بإذن الله رح يكون مميز بنسختها العاشرة ما دور مثل هذه المعرض في تعزيز الشراكات بين المؤسسات؟ طبعا تكون في جامعات أردي من جامعات محلية وفي جامعات دولية يتم بين من أهداف المعرض الشراكات اللي هي أو الاجتماعات والاجتماعات البيدية اللي تكون بين الجامعات المحلية والجامعات الدولية هذه يمكن من الأهداف اللي هي خاصة بالمعرض أن ننتيح حتى للجامعات المحلية كيف يتم التواصل وكيف اكتساب خبرات من نظائرهم اللي هم على المستوى الدولي يعني هي عملية إقناع الطلاب وأولياء أمرهم بتخصصات اللي فعليا نحتاجها في المستقبل لأن يمكن في كثير ناس حقيقة ما يعرف كيفية اختيار التخصص اللي يناسب ولده يعني أنا عرف ناس يمكن تكون نسبهم في الثانوية العامة ويد عالية 99 واختار تخصص يعني حرام أن يدرسه صراحة يمكن هذا هذا الموضوع يشغل كثير من أولياء وحين بداية عندهم حين بيخلصون مش الله عليهم بالضبط يشغل مثل ما خبرت كثير من أولياء الأمور ما بعارفين حتى هم شو يوجهون أبنائهم فعلا فأتاح المعرض فرصة لأولياء الأمور حتى بالحضور اصطحاب أبنائهم وللطلاع حتى على التخصصات اللي هي تكون موجودة وتخدم سوق العمل وتحرص طبعا الجامعات في هذا المعرض على عرض كثير من التخصصات الجديدة اللي هي تواكب سوق العمل وخصوصا أننا في ثورة تكنولوجية كبيرة يعني في كثير تخصصات أدرجة في الجامعات بناء على هذه الثورة ونحن أكيد نضم صوتنا لصوتك أن أولياء الأمور يروحون مع عيالهم على مثل هذه المعارض نفس ما حضرتك ذكرت أن يمكن في أولياء الأمور ما تعرف كيف تختار نحن أهالينا يا مهندس يا دكتور بس بالضب طبعا تحرص غرفة تجارة صناعة عجمان بتوجيهات من القيادة في الإمارة على راسها صاحب السمو وشيخ حميد فراشد وسمو ولي العهد شيخ عمار بن حميد بن نحيمي دائما يحرصون على التعليم ودعم القطاع التعليمي بشكل عام فدائما التوجيهات تجينا من القيادة العليا ونحن نقتدي طبعا الله يحفظهم يا رب ويطول بعمارهم أستاذي الفاضل معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب أكيد لها تأثير كثير كبير على سوق العمل وظائف المستقبل المشاريع المنتجات كذلك القائمة على المعرفة حقيقة لو تخبرني عن هذا التأثر طبعا التعليم أصبح رافض لسوق العمل اليوم التخصصات الموجودة هي على أساسها يتم يتم تحديد الطالب أو الخريج وين بيشتغل فوجود مثل هذا المعرض لتوجيه الطلبة لتخصصات تخدم سوق العمل على أساسها يتم اختيار هذه التخصصات من قبل الطلبة التي تواكب فرص العمل الموجود يمكن ذكرتي قبل أستاذ أننا اليوم في دولة تدعم التكنولوجيا والابتكار فالجامعات المشاركة حرصنا كلجنة منظمة بوجود جهات داعمة لقطاع التعليم أو شركات داعمة لقطاع التعليم جهات تدعم أو تنشئ مناهج جهات تعمل برامج إلكترونية خاصة بالتعليم فمن هذا المنطلق يمكن حرصنا أن يكون فيه فيه شركات خاصة بقطاعات التعليم مش جهات تعليمية فقط لا جهات تدعم التعليم عملية تعليمية عملية تعليم كأدوات كبرامج فمن خلال هذا المعرض إن شاء الله يمكن نحن دائما نقول النسخة العاشرة بتكون غير لأن أول سنة يكون فيه جهات داعمة لقطاع التعليم من الجهات اللي رح تكون داعمة لكم طبعا ما فيه شك عندنا توجيهات من أو بالتعاون مع وزارة تربية والتعليم فيه جهات معتمدة تم التواصل معها ومثل شركة مايكروسوفت مثل رح يكونون إن شاء الله فيه تواصل معهم على أساس أن يكونون جزء من هذا المعرض إن شاء الله يعني مثل هذه المعارض استاذي الفاضل يعني دائما حقيقة يكون لها الدور في تقديم النصح وخليني أقول يمسكون الطلاب بداية الطريق في هذه الحياة ولكن أيضا يكون لها جانب آخر جانب اقتصادي يعني قد يكون هناك في تبادل خبرات تبادل أعمال معقد صفقات بين الجامعات والاستفادة من مثل هذه حضرتك ذكرت قبل شوي مايكروسوفت يعني أن يحضر في مهرجان عيمان الدولي أن هذه هي نوع من أنواع خليني أقول التطور الاقتصادي حقيقة طبعا دائما دور غرفة التجارة دعم المنشآت الاقتصادية سواء في الإمارة أو ترويج لهذه المنشآت خارج الإمارة أو خارج الدولة حتى فوجود هذه الشركات التي تدعم قطاع التعليم على سبيل المثال اليوم أنا جامعة من إمارة عجمان وحابة أطور الأدوات الخاصة بالتعليم عملية تدريسية عملية التعليم فيتم من خلال هذا المعرض الاجتماع مع الجهات التي هي داعمة لعملية التعليم ويتم توقع الشراكات ويتم التنسيق بينهم تبادل الخبرات كذلك ورح يكون فيه مش بس جامعات عربية أو من دول خليجية ولكن هي جامعات عالمية بالتالي منظومة التعليم تختلف من دولة لأخرى طبعا تشارك معنا جهات في السنة الماضية على سبيل المثال كانت فيه جهات تدعم البعثات الخارجية للطلبة فيتم تنسيب الطلبة من خلال المعرض لجامعات خارجية أها يعني رح يكون فيه جزء من المعرض لخدمة الطلاب اللي يبحثون عن البعثات اللي خارج الدولة جميل فيه شركات تسهل عملية تسجيل الطلبة ووجود وزارة التربية والتعليم يقدم حتى النصح للطلبة في حال كانت الجامعات هذه معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم في حال أنها كانت معتمدة يتم تسهيل عملية المشاركة أو التسجيل للطالب في هذه الجامعات يعني ما شاء الله عليكم جمعت وكل شيء غرفة تجارة والصناعة في هذا المعرض يعني ما شاء الله عليكم أبدأت وصراحة يعني يمكن ما باقي أذر للطلاب وأهاليهم طبعا ما في شكل الحمد لله ربناك الحمد دعم الإدارة العليا عندنا والقيادة نحن يمكن نكون جزء بسيط من هذه المنظومة اللي هي تبرز دور سواء كانت الغرفة أو الإمارة بشكل عام نعم وتدعم المسؤولية المجتمعية اللي هي من خلالها يتم التعاون مع المجتمع لتسهيل عملية استكمال الدراسة للطلبة يعني وأنتو أيضا في غرفة تجارة وصناعة إمارة إيمان دائما تحرصون على تنظيم مثل هذا المعرض سنويا وكل سنة ما شاء الله عليكم تيبون أفكار رديدة تخدم الطلاب بالتالي تخدم المجتمع حقيقة بالتالي تنضد وتنمو الإمارة في هذا الموضوع ولكن هذا كله يأتي من اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة إيمان وسمو ولي عهده الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة إيمان ربي حفظهم يعني هم من يصنعون حقيقة الأثر الإيجابي دائما في تطورنا وإبداعنا وأيضا ابتكارنا بالأفقار الجديدة نحن محظوظين في دولة الإمارات بشكل عام ويمكن نكون في إمارة عجمان بشكل خاص محظوظين بهذه القيادة التي تصنع الإنسان دائما سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد طيح هو داعم أول لقطاع التعليم في الإمارة بشكل خاص على مستوى حتى الدولة فعلا سابقا كان ينظم تنظم في إمارة عجمان يوم العلم يتم فيها تكريم العلماء يتم فيها تكريم المتميزين في هذا القطاع فأرد وأكد نحن محظوظين في دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوان حكام الإمارات ما عدنا مثل ما تفضلتي قبل شوي ما عدنا عذر أننا نتكاسل اليوم القيادة تدعمنا فأقل واجب أن نرد الجميلة الله يحفظهم يا رب ويعطيهم الصحة والعافية أستاذي الفاضل يمكن السؤال هنا أنا أم وعرف اللي يجول فيه خاطر أكيد أولياء الأمور هل عملية تسجيل الطالب إذا مثلا أنا عيبتني جامعة موجودة في المعرض وهذا التخصص اللي أنا ودي أن ابني يدرس هذا التخصص هل أقدر أسجل فورا؟ تقدرين تسجلين وتحصلين يمكن بعض الجامعات أو أغلب الجامعات المشاركة تحرص أن هي تقدم خصومات حتى للطلبة يعني الأسعار غير بعد اللي يسجلون في المعرض أسعارهم أو رسومهم أقل عن اللي يسجلون في باقي الأيام هذا دائما نحن في حال تم تسجيل جامعة دائما نطرح هذا الطلب أن نحن نطمع أن يكون في أسعار تنافسية للطلبة لأن اليوم كل حد محتاج أن يدرس ويحتاج أن يحصل على امتيازات فمن خلال المعرض يتم عمل خصومات للمسجلين فيه هل الخصومات هذه مكفولة فقط في الجامعات اللي داخل الدولة أو كل الجامعات اللي مشاركة؟ كل الجامعات اللي مشاركة يعني أنا ما أبغي أعلن أن كل الجامعات بأمانة بس جامعات كثيرة من اللي مشاركين يقدمون أسعار تنافسية أو خصومات للطلبة اللي يسجلون في المعرض أستاذ عبدالله السؤال الأهم هل رح يكون الخصم على الأربع سنوات جامعة ولا بس السنة الأولى؟ في خصومات تمتد لأربع سنوات بأمانة آه حلو جميل في خصومات تمتد للتسجيل في خصومات على حسب الجامعة نحن بأمانة ما نفرض قيود على المشاركين لأن في النهاية بعد هم جهات تعتبر اقتصادية تعليمية يعني أنتم ما تفرضون قيود لكن تقدمون كل التسهيلات حقيقة مثل خصومات وغيرها من العملية الإرشادية التعليمية كلمة أخيرة أودك توجهها لكل من يشاهدنا اليوم شو تحب تقولي كل الطلبة والطالبات؟ والله أنا أوجه دعوة لجميع الطلبة وأولياء الأمور لحضور هذا المعرض للاطلاع على الفعاليات اللي موجودة والتخصصات اللي تكون جديدة في طلب سوق العمل فأتمنى أوجه دعوة لهذه الفئة أن يحضرون هذا المعرض وشرفونا ونكون داعمين أو نخدم هذه الفئة بشكل كبير بإذن الله في كل هذه التمييزات الجميلة والمميزة في معرضكم أكيد نضم صوتنا لصوتكم الأستاذ عبدالله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة إمارة عيمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب شكرا جزيلا لكم وفقين يا رب شكرا يعطيك الصحة والعاشة مشاهديننا رح نتكلم عن مبادرة جدا جميلة أمان يا وطن هذه مبادرة أطلقتها إدارة الإعلام بشرطة راسل خيمة نزيد من التفاصيل عنها ولكن بعدها الفاصل مثل ما نعرف مشاهديننا أن وزارة الداخلية لهم رؤيتهم وأهدافهم الاستراتيجية في تعزيز الأمن لأنه اجتمع ومن هالمنطق أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة راسل خيمة بالتعاون ويا قسم الشرطة السياحية مبادرة أمان يا وطن المزيد من التفاصيل حول هذه الحملة مع أن عبر الهاتف مباشرة النقيب غانم السويدي وهو رئيس قسم الشرطة السياحية في القيادة العامة لشرطة راسل خيمة يا مرحبا بك سعادة النقيب حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا بك أو شي سنة سعيدة عليك يا رب وإن شاء الله وعلى الجميع يا رب بداية ساعة النقيبة لو تخبرنا عن تفاصيل مبادرة أمان يا وطن أولا السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء الله سنة جميلة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب طال عمرت مبادرة أمان يا وطن جاء أطلاق مبادرة أمان يا وطن في إطار حرص في القيادة العامة لشرطة راسل خيمة نعم على مد قنوات التواصل مع مختلف الجاليات المقيمة من خلال عدة طرق تضمن سلسلة من الأخبار والفيديوات والمطبوعات وغيرها بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة للقيادة العامة لشرطة راسل خيمة الهدف من المبادرة هذه قياس مدى شعور الأمن والأمان في الإمارة وفي الدولة بشكل عام حلو جميل بس السؤال هنا يكون كيف يتها المبادرة سعدت النقيب يعني لتحقيق رؤية وزارة الداخلية وأيضا أهدافها في تعزيز الأمن والأمان نفس ما حضرتك ذكرت صحيح معا هي المبادرة طال عمرت أساسها تحقيق رؤية وزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية التي ترمي إلى تعزيز الأمن والأمان وتعزيز السلام والحماية المدنية جاءت الفكرة هذه أهدف قياس مشاعر المقيمين حول الوضع الأمني بالدولة عن قرب والاستماع لآراءهم وأفكارهم تقدرين تقولين ونشوف شو الفرص اللي نحن نقدر نحصلها من المقيمين من مقترحات من فرص تحسين بحيث أن نحن نطور المنظومة هذه ونقدر نعطيهم أفضل خدمات اللي تصب في خدمة ومعايير ومستويات الأمن والأمان عشان دولتنا الحبيبة وارضنا الطيبة هذه تكون أفضل أفضل ما عندها الله يقدركم إن شاء الله دائما ويكون لكم عون ومعين يا رب العالمين ساعة النقيب يعني لمتى رح تستمر هذه المبادرة مبادرة أمان يا وطن مبادرة أمان يا وطن هي مبادرة فصلية تستمر لمدة 6 أشهر عبر العديد من القنوات الهدف منها إصال الرسالة والتوعية والثقافة لكافة شرائح المجتمع من المقيمين ومن المقرر أن تتواصل هذه المبادرة خلال السنوات المقبلة أيضا نعم ساعتك لو تطلعنا أكثر على دور قسم الشرطة السياحية في مبادرة أمان يا وطن قسم الشرطة السياحية يلعب دور حيوي الهدف منه إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توصيل وبث الرسائل الهدف للجمهور بهدف الإسهام في تعزيز رؤية وأهداف وزارة الداخلية والإسهام أيضا في إنجاح المبادرة والمشاركة في الفعاليات اللي تمضوي تحت هذه المبادرة اللي ينظمها جميع القطاعات على مستوى القيادة العامة نعم سعادة النقيب يعني كلمة أخيرة تحب أنك توجهها لأفراد المجتمع والجمهور أيضا والله أفراد المجتمع نحن نشوفهم شغلنا الشاغل ونحن موجودين عشان نوفر لهم أفضل الخدمات نعم نوجه لهم كلمة شكر من القلب من المبادرة هذه نقدر نقول يعني شكرا لكل أفراد المجتمع وشكرا أيضا لكل الجاليات المقيمة لهم دور حيوي ومحوري أيضا في إنجاح المبادرة هذه والإسهام في تحقيق أهدافها نعم اللي تصد في المصلحة العامة وأكيد طبعا خدمة وتعزيز الأمن والأمان في أمارتنا الحبيبة ودولتنا الغالية على وجه الأمن ربي لك الحمد سعادة النقيب غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية في القيادة العامة لشرطة تراسة الخيمة شكرا جزيلا لكم أنت شكرتوا الجمهور وأنا أسمح لي أن أشكركم وأشكر وزارة الداخلية والشرطة السياحية على كل المجهودات اللي تبدلونها لحماية أفراد المجتمع وحماية الوطن أيضا يعطيكم ألف عافية ويعطيكم بالصحة والعافية دائما وإحنا بإذن الله بيد سنكون متعاونين دائما لخدمة هذه الأرض الطيبة أكيد 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 الله يسلم الله يسلم وما دصرتوا على هذا البرنامج الطيب الله يسلم أنتوا دائما سباقين في متابعة المشاريع اللي يطقين فيها قيادة الشرطة وإحنا في الخدمة دائما الله يسلمك سعادة النقيب حياك الله سنسعيد عليك مع السلامة في وداعة الرحمن مشاهدينا رواية ثقل المسير يا أمي سبب تأليفها شو قصتها والمزيد وأكثر بعد من المزيد بعد هذا الفصل الكلمة أننا يعرف بأن الكتابة هي مهنة يقوم صاحبها بتأليف وكتابة قصص ومؤلفات وكتب كذلك وبعد روايات وللكتابة مهنة معتمدة بشكل كبير على الموهبة ولازم ندعم هذه الموهبة بالدراسة والتعليم وكذلك التثقيف رح نتكلم اليوم عن أحد الكاتبات المتميزات اللي شاركت في أهم المعارض في دولة الإمارات وهي كاتبة لرواية واقعية بعنوان ثقل المسير يا أمي واللي بنتكلم فيها عن فقدان الأم تفاصيل أكثر في فقرة مجلس الدار نرحب مشاهديننا معنا في الستوديو الكاتبة رباب الطاهري سعد مساج ويامر حباب شو سنة سعيدة عليك يا رب علينا وعليكم بداية رباب كلميني عن الكتاب كلميني عن مضمون هذا الكتاب أكثر بداية حابة أشكركم على الاستلافة نورتنا بالأخص قناة الفجيرة برنامج الفجيرة تجمعنا الكتاب تقول المسير يا أمي هذا إصداري الأول وتكلمت فيه عن قصة فقدي لأمي هي رواية واقعية وبالأخص يتكلم عن فقد الأم وعن ذكرياتنا كنت حابة أن أخلد ذكريات أمي في كتاب واحد وعلى الأقل أخفف على أخواني وعلى أبوي هذا الألم اللي هم يحسون فيه زل ليش عيونك تدمع؟ شوفي أعلم تماماً أن فقدان الأم هو من أصعب أنواع الفقدان في هذه الحياة ممكن هو للأسف الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة لذلك يصعب علينا تقبلها ولكن أنا على يقين تام أن أمت فخورة جداً فيك وفخورة بهذا الإنجاز وفخورة بهذا السند اللي كان لك والإخوانك ولأبوك والله يعطي أبوك إن شاء الله الصحة والعافية يعني ما دلش حطيني أسئلك لها من وحي الله يرحم أمت يا رب أنت قلتين الكتاب عن فقدان أمت واختيارت الموضوع كان من وحي الألم اللي أنت مريتي فيه صح كيف قدرتي يعني يمكن لو واحدا ما يكون في مرحلة ألم يعني واحد ما يقدر يتكلم ما يقدر يعبر صح فكيف قدرتي أن تنقلي هذا الموضوع بواقعيته نفس ما ذكرتي في هذا الكتاب شوفي هو البعض اللي يمر في ألم يعني ممكن يصف ألمه بطرق مختلفة فيه البعض يتكلم اللي هو يفض فض عنده شخص قريب منه يفض فضله فيه البعض يتكتم فيه البعض ممكن بالبكاء هذه أنا كلنا يعني نمر في هالشي يعني الفقد مو شي صغير في حياتنا يعني أنا أعتبر أكبر شي صار في حياتي هو الفقد أنا يعني حسيت أن أنا من زمان أبغي أصير كاتبة أبغي يكون عندي كتاب كان أمنية من أمنياتي متى كانت بداياتك؟ أنا بس كنت يعني أدخل تويتر تواصل اجتماعي وأغرد أكتب كتابات بسيطة ودائما أزور معارض الكتاب يكون يعني خاطري أن أنا متى بيكون كتابي موجود هناك بس بعدين لما فقدت أمي كان عندي مزيد من مشاعر يومي يا أبو أكتب شي ولا أغرد أي شي ما كان يرتبط بأي شي ثاني غير فقدي لأمي فمن هنا بديت شوي شوي يعني عشان أطلع الألم هذا بالطريقة الصحيحة عشان ما يصير عندي كبت مشاعر بديت أكتب والله ودي أقوم ألمتش والله لا ودي أقوم ألمتش بس صدقيني فيه لغة في العيون تقدر تعطيك اللمة وتقدر تعطيك الحب وتقدر تعطيك السعادة والحنان أرجى وأقولك أنه أنت أمرأة قوية جدا مش من السهل أن يعني يوصف الواحد مشاعره في هذه الكلمات لأنا قرأتها يعني حتى رسالتك لي في الكتاب أول ما قرأتها قلت لك أنه جت في وقتها رح أقرأ أهدائك لي اللي فعلا النم فينم على ما يحمل الكتاب من واقعك حقيقة كتبتي لي إلى القارئ المذيعة بشاعر العبد لكل منا ظلامه لا تدري من أي ظلام يأتيك النور فعلا يمكن هذا يكون مشاعر حزينة وفيها ظلام ولكن أتوقع أنها عطتك نور كثير كبير شاركتي في أكبر المعارض أنت كاتبة اليوم لها ثقلها ووزنها في المسيرة الكتابية وأيضا الروائية كلميني عن المهارات للكاتب ذكرت أنت كنت تكتبين تويتات من خلال برنامج وتطبيق تويتر بالتالي أكيد سقلتي مهارات ككاتبة ما المهارات اللي يجب أنها تكون متوفرة عند الكاتب أنا بالنسبة لي أشوف المهارة الأولى اللي لازم تتوفر عند كل كاتب اللغة سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أنت عندك اللغة تقدر اليوم تكتب نعم عندك محتوى تقدر تكتب عنه هو سهل أن الواحد يكتب بس هو صعب أن الواحد يصير كاتب لأن الكتابة لها أسلوبها فعشان يعني الأسلوب يتشكل ياخذ وقت ما يتشكل فجأة يعني هو مع مرور الزمن الأسلوب يتشكل عندك الكاتب وممكن أن يكتب على الخبرة صح طيب هذه كانت أولى بداياتك في الكتابة وكانت أيضا هناك بالنسبة لتش أساليب خاصة فيتش في الكتابة بس شو أكثر أسلوب تحبين تكتبين فيه؟ أنا أكثر أسلوب أحب أكتبه هو يمكن يختلف عند بعض الكتاب أنا أحب الأسلوب الواقعي أحس السلوب الواقعي قريب من القلب وايد وممكن يوصل للناس بسرعة ويتكلم عن واقعنا عن شيء إحنا نمر فيه نناقشة فيه كتاب أنا اليوم يعني يوم كتبت قصة فقط يعني وايد ناس يمرون في هالشي يعني فيه وايد ناس عندها يمكن جروح ما برت يعني يوم شافت الكتاب قالت أنت كتبتي قصتنا كتبتي أشياء نحنا نمر فيها أنا ودي شوفي أحب عرض طول شوف كيف ختمتيها لحظة ختمتيها بدعاء حق الوالدة الله يرحمها يا رب ويغفر لها اللهم اجعل حب فقيدتي في قلبي صبرا وابدل مرارة شوقي لها أجرا شوفي في النهاية تبقى التسليم لأمر الله وقضاؤه وقدر يعني أكيد صعب يعني ما أقدر أقول لك وايد صعب بس أنت نفس ما قلت إمرأة قوية هل أفهم من كلامك أنت أنت تحبي الأسلوب الواقع أنه ممكن تكون رواية ربع بالثانية أيضا واقعية نعم الرواية الثانية بعد بتكون واقعية بس الإصدار بيكون يعني مختلف أنا ما أبغي يعني دامني أنا الحين بديت وتولدت عندي هاي المهارة أكتب دائما شيء ممكن يحزن الواحد ونفس الوقت استشفاء للواحد بس ممكن يحزن ممكن يتذكر الألم اللي هو قاعد يمر فيه يعني أنا بالنسبة لي ما أقدر أرجع أقرأ الكتاب مرة ثانية صح أني أنا كتبتها أنا أشوف ألمي في الكتاب بس الإصدار الياي إن شاء الله راح يكون مختلف يعني ما راح يكون عن الأم راح يكون شيء إيجابي أكثر إن شاء الله بديت فيه هي الحمد لله بديت فيه عطينا شيء ملامح يعني كافي بتشيتيننا ودمعت عيونك عطينا شوية جرعة إيجابية سنة يديدة إن شاء الله سعيدة عليك يا رب هو شيء واقعي يعني أشياء نمر فيها مواقف نمر فيها في حياتنا بس إيجابية إيجابية بالنسبة لي حلو شو المعايير التي تؤدي إلى نجاح الكتاب بالنسبة لي نجاح الكتاب هو التنوع التنوع في المحتوى وأنا يعني أنصح كلكاتب أنه يتنوع في المحتوى ويأخذ وقته في الكتابة شو تعني لك الكتابة؟ شو كثير الكتابة مأثرة على حياتك؟ الكتابة تعني لي الحين في الوقت الحالي استشفاء يعني أنا حس ونفس الوقت بوح للمشاعر اللي أنا أمر فيها بس خلنا نقول ترى حتى لما هي بتكون استشفاء مو استشفاء بالكامل بس على الأقل جزء الواحد يطلع الواحد يعني يهون على عمرة ويكتب على الأقل طلع شيء أنا قاعة أحاول خليتش إيجابية شوية انتي ملاحظة طيب ربابي يعني برايتش كيف ممكن يوفر الكاتب التوازن بين العزلة وبين التفاعل والاحتكاك مع الطبيعة والحياة بشكل عام للكتابة؟ شوفي التفاعل مع الحياة والناس والطبيعة هذا كله ممكن يولد أفكار بداعية عند الكاتب ونفس الوقت الكاتب يحتاج يجب عليه أنه يفصل نفسه من ضجيج الحياة عشان يعني يجدد في نفسه روح الشغف تفصلين؟ هيا أفصل أكيد لأنه إذا ما أفصلت ما أقدر أكمل أكتب يعني عشان أجدد الشغف اللي فيني فعلا بس عارفش أنه الجمال والإيجابية في الموضوع اللي تحمدين ربك عليه 24 ساعة أنه في كثير ناس مش عارفة طرق الاستشفاء فيها فهي إلى الآن تتعب مش عارفة وين هي خليني أقول السلم الأول في درجة الاستشفاء دعم أنتش لقيته كاملي وأنا يمكن أن تقلتي جزء من الاستشفاء ولكن أنا متأكدة أنتش رح توصيلي للكل بإذن الله ودي أعرف منه قدم لتش الدعم في كتابة وأنش تكتبين وتبدعين شوفي فكرة أني أصير كاتبة كانت موجودة من زمان كون أني أنا أحب أقرأ وأزور المعارض أحب أي شيء فيه قراءة لازم أقرأه وما أفوته بس في الدعم زوجي زوجي أوجه له جزيل الشكر دعمني في مسيرتي في الكتابة من البداية للنهاية لين اليوم؟ هو كان داعمني في هالموضوع الله يخليكم البعض يا رب شو استفدتي من تجربة كتابتش؟ لهذه الرواية يعني كل رواية يخرج منها الكاتب بإفادة شو استفدتي منها؟ شخصيا أول شيء قوى شخصيتي وايد من ناحية الشخصية الاجتماعية وكون أن الكتاب يحوي قصة فقد وألم كان وايد صعب أن أنا أوقف في معارض الكتاب وأشرح محتوى الكتاب عن شو يتكلم لأنه أنا كان الجرح جديد عندي وكنت أوقف وأتكلم عنه كان صعب مع الأيام لقيت نفسي أنا قاعدة أتأقلم وقاعدة أواسي الناس اللي قاعدين ييوني هم فاق بي يعني صرت لهم أنا القوة سبحان الله سبحان الله كيف الموضوع يصير رباب في وايد مواهب نسائية موجودة في الساحة الأدبية براية هل قدروا أنهم يثبتون أنفسهم ويفرضون قوة أقلامهم؟ أنا من تجربتي في الكتابة ومشاركتي في المعارض كان عندي وايد زميلات في الدار كاتبات يعني صراحة أبهرني شيء وشجعني أنا كفئة نسائية كاتبة أني أكتم ومشاء الله عليهم يعني كل وحدة لها شغلها الخاص لها تجارتها الخاصة ولها إصدارات عديدة قبل ومنهم اللي الآن إصدارات جديدة وتنوعوا في المحتوى شو المعارض اللي شاركت فيها؟ شاركت معارض الشارقة للكتاب ومعارض مهرجان العين للكتاب ومهرجان الضفرة شو كان يا ربي مهرجان الكويت إن شاء الله نتمنى لك أن تجد شاركين في مهرجانات عالمية أيضا رباب يعني برايج كيف يحافظ الكتاب يعني أنت صارتي هذه النسخة وهذا الكتاب كان الأول من إصداراتك ولكن عملية استمرارية النجاح كيف ممكن يحافظ عليها الكاتب؟ أنا أشوف عشان يستمر في النجاح يستمر في الكتابة وثقة بالنفس أنت دام أنك بديت هاي الخطوة ما تتوقف هني وبس خلاص يعني هاي كانت الخطوة الأولى أنك تستمر تكتب أنا أشوفها هني النجاح وهي أصعب خطوة على فكرة صح؟ يعني أنك بديت الخطوة الأولى كان بحاجة لقوة يمكن أكبر ولكن الحفاظ على هذه القوة هو المطلوب اللي يتابعونا اليوم يمكن يكتبوا خواطر نفس ما أنت قلت أو يحطون تويتات كيف ممكن أنك تنصحينهم أن يكونوا كتاب محترفين؟ مثل ما قلت قبل أنه يعني إذا هو حاب يكتب ما يستعجل أن أنا بس خلاص أبي أسوي كتاب وخلاص يكون عندي كتاب لا المحتوى وايد مهم اليوم يعني أنا اليوم أروح أشتري كتاب العنوان المحتوى خلف الكتاب يعني خلف الكتاب لازم يكون ملفت للقارة أنا أول ما أقرأ أن أنا أخذ هذا الكتاب فأشوف هالشيء وايد مهم يعني رباب إحنا يتمنع لك كل التوفيق وأنا يمكن ما قرأت الكتاب بس وعد على الهوى أني رح أقرأ ويا رب ما تبتشينا ونحن في انتظار إصداراتك الجديدة الكاتبة رباب الطاهري شكرا جزيلا لك وسنة سعيدة يا رب مليئة بالإيجابية والفرح والجبر لك والقلبك والخاطرك يا رب العالمين شكرا لك حبيبتي نورتينا مشاهدين وصلنا لختام مشوارنا لهذا اليوم من برنامجكم الفجيرات جمعنا وصلنا أيضا لختام عام جديد خلونا نودع هذا العام بأحزانه بسلبيته بفقده بوجعه بألمه بتعبه ونفتح صفحة جديدة مليئة بالرضى واليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى صفحة مليئة بالتفاؤل والمحبة صفحة كلها سعادة وفرح وإنجازات وأحلام وبإذن الله تحقق مع سعيكم سنسعيد عليكم جميعا إن شاء الله وتكون سنة عشرين ثلاثة وعشرين خير ومحبة على الجميع طبعا نهنيكم فيها ونهني القيادة الرشيدة حاكم وولي عهد إمارة الفجيرة وكل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لكم أنتم أيضا مشاهدين شكرا للمتابعة هذه تحياتي بشار العبد في وداعة الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة